أهلا بكم مشاهدين وفقرة التحليل الفنية التي نراقب فيها الأداء على مستوى الأصول المختلفة في هذه الحلقة تنضم إلينا ضيفتنا رانيم طرفة أهلا وسهلا بك رانيم معنا على الشاتسي أم بي سي عربية ودعينا نبدأ من حيث تبدأ العام يأوي يبدأ عام 2024 العام بدأ ببعض المكاسب على الذهب كانت وضحة ختم العام الماضي بمكاسب وبدأ هذا العام أيضا باستمرار المكاسب كيف ننظر لأسعار الذهب طبعا إذا ننطلع على تحركات أسعار الذهب مع نهاية عام 2023 كان في عنا مثل ما ذكرت ارتفاعات كبيرة محاولة اختبار مستوى الـ 2140 خليها بالأخضر بالأخضر أي لأنها قمي شفنا ارتفاعات لمناطق الـ 2140 بعدها الأسعار تراجعت بعض طبيعية نشوف هذا التراجع هو نوع من التصحيح ولكن إذا ننطلع على الاتجاه العام المسيطر نحن نعرف من 7 أكتوبر كان في عنا ارتفاعات كبيرة لتحركات أسعار الذهب والاتجاه العام المسيطر هو اتجاه صاعد إذا ننطلع وندرس الحركة الأخيرة شمعة اليوم شفناها على ارتفاعات ومع نهاية الأسبوع الماضي أسعار الذهب بعد التراجع والتصحيح تلقي الدعم إيجابي بالقرب من مستوى الـ 2015 هذه المناطق تعتبر مناطق دعم مهمة أسعار الذهب بين المدى القصير والمتوسط أمام مزيدنا الارتفاعات هلأ إذا نحكي عن المدى القصير لدينا منطقة الـ 2064 هي منطقة مقاومة كثير مهمة اختراقها رح يدعم مزيدنا الارتفاعات لهدف أولى عن مستوى الـ 2080 وبعدها لمناطق الـ 2140 من الجديد أي التراجع ونوع من التصحيح لمناطق 2030 بعدها لـ 2015 تعتبر مناطق دعم مهمة ومناطق ارتداد أي التراجع للـ 2015 بشكل عام هو التراجع مقبول غير هكي كسر دون هاي المستويات هذا نوعا ما خلينا نشوف تحركات أسعار الذهب مزيد من الضغط البيع والتصحيح يبدو أنه على المستوى الأساسي المؤثرات تبدو تدعم أسعار الذهب للارتفاع الأعلى ولكن ماذا عن الدولار؟ الدولار ينظر للمستثمر باعتبار أنه سوف يحدث عليه عمليات تصحيح نتيجة خفض مرتقب لمعدلات الفائدة هل هذا بناء على التحليل الفني وارد أم لا؟ تمام هلا بالنسبة لتحركات الدولار الأمريكي بعد التراجع ومحاولة اختبار مستويات المية عاد الدولار ويرتفع إذا بنحكي كمان على الحركة الأخيرة نوع من الحركة الجانبية الحيادية نوعا ما في ترقب لمزيد من البيانات بيانات التضخم نحن شوفنا خلال جلسات يوم الجمعة بيانات التضخم أعطت بعض الدافع للدولار الأمريكي. ولكن بشكل عام ما زالت بيانات غير واضحة. إذا بنا نحكي من الناحية الأساسية. ما زالت بيانات غير واضحة للدولار الأمريكي. وبنفس الشيء من الناحية الفنية. عنا مناطق مقاومة مهمة بالقرب من مستويات الـ 123. خروج المؤشر الدولار من هاي المستويات. رح يدعم مزيد من الارتفاعات. وممكن بعدها نشوف مناطق الـ 104. ولكن أنا مثل هذا السيناريو بشوفه شوي مستبعاد. ممكن على المدى القصير للمتوسط الدولار الأمريكي. هو السيناريو أنه يتعرض لبعض الضغوطات البيعية. هو السيناريو المفضل. ولكن ما زلنا بانتظار مزيد من البيانات هذا الأسبوع. عندما بيعاد التجزيع الأساسية. كما رح تعطي نظرة أوسع للدولار الأمريكي بعد الحركة الحيادي الأخيرة اللي شفناها. بما أننا أيضا نتحدث عن توترات في منطقة الشرق الأوسط. وأسعار النفط. رغم هذه التوترات إلا أنه واضح من الرسم اللي أنت رسمها. أنه هناك اتجاه هابط لأسعار الخامات منذ العام الماضي. بعدما وصلنا للذروة. شهدنا تراجعات حادة رغم تخفيضات أوبيك. إلا أنه الأسعار لازلت في إطار هابط. بالنسبة. إذا نطلع مثل ما ذكرت حضرتك على الاتجاه العام الأخير المساتر. اتجاه هابط من سبتمبر العام الماضي. خلال التعاملات الأخيرة كان فيه محاولة من الارتفاعات مع التوترات. زيادة التوترات. أعطت بعض الدافع لأسعار النفط والخام نايميك. لأنه يشهد بعض الارتفاعات. ولكن هذه الارتفاعات. وشمعت اليوم للاحظ مستقرة بعض الشيء. ممكن نرى ارتفاعات لمستويات 76. ولكن هذه المنطقة هي منطقة مقاومة مهمة بالتزامن مع خط الاتجاه الهابط. ممكن نرى عوضة الضغط البيعي من جديد عند هذه المستويات. والتراجع لمزيد من المناطق. وكسر مستويات 70 دولار للبرميل. والتوجه لمستويات وقاعة 68 دولار. بالنسبة لخام نايميك. هو سيناريو الوارد. على المدى القصير. ممكن نرى ارتفاعات عند ال76. تعتبر منطقة مقاومة مهمة. وبعدها الأسعار ترجع وتتراجع لاختبار مناطق 68 دولار. ننظر إلى زوج اليورو دولار. مستويات الواحد فاصل واحد. المستويات التي كنا عندها. ترجعنا عنها قليلا. ولكن يبدو أننا نستهدف مستويات الواحد فاصل واحد. وربما أعلى من ذلك لقوة اليورو. مع ربما طول أمد أسعار الفائدة المرتفعة في أوروبا. بالنسبة لتحركات اليورو والحركة الأخيرة. من ناحية الاتجاه. اتجاه صاعد. الزوج حاول اختبار مستويات الواحد فاصل إداعش. وبعدها شفنا نوع من التصحيح. بشكل عام. الاتجاه العام الأخير هو اتجاه صاعد. شمعة اليوم لست عندها مناطق مقاومة جدا. مهمة. اختراق هذه المستويات سيعطي دافع لليورو لمزيد الارتفاعات. وهي مستويات الواحد عشر وعشرين. اختراق هذه المستويات سيكون بغاية الإيجابية. هذه تعتبر قمة مهمة. إذا نجح الزوج باختراق هذه المستويات سيدعم ذلك مزيد من الارتفاعات. وممكن نشوف اختراق كمان لمستويات الواحد فاصل إداعش. أي تراجع يعتبر لدينا مناطق دعم مهمة بالقرب من مستويات الواحد فاصل صفر تسعة. وهي المناطق شفنا الحركة الأخيرة. حركة اليورو. على مدى عدة جلسات اليورو عم يداول عند هذه المستويات. فشل بأنه يكسر هذه المستويات. لهيك بعتبر هذه المناطق هي منطقة دعم مهمة. ومناطق ارتداد على المدى القصير والمتوسط. ولست نوعا ما. بالنسبة لليورو أنا متفائلة. وخاصة أنه فيه توقعات بأنه الفجوة بين البنوك المركزية ممكن أنها تقل. فهذا ممكن أنه يعتبر الدو جونز. بعتبر أن الأسواق الأمريكية في عطلة بمناسبة مارتن لوثر كينج. ولكن الأسواق الأمريكية. هناك حالة أيضا من التذفدد نشهدها منذ بداية العام. في الرالي كنا شهدنا بداية قوية. لكن في بداية هذا العام بعض التراجع على الدو جونز. بالنسبة للتحركات الدو جونز الأخيرة. من لاحظة اتجاه العام المسيطر اتجاه صاعد. كان فيه إيجابية بالآخر. يعني آخر الجلساتين بالنسبة للعقود الأشجر للمؤشرات الأسهم الأمريكية. حققت ارتفاعات ومكاسب أول مرة بتحققها. مثل مثلا مستوىات سبع وثلاثين ألف وثمانية. من لاحظ الدو جونز ظل فترة عم يتداول عندها. شمعة اليوم أو الغلاق اليوم أو التفاؤل بالنسبة للدو جونز ما زال مستمر. ولكن الشراء بالقرب من هذه المستويات يعني يفضل الابتعاد. لأنه هي أساسا مناطق مرتفعة. ممكن نشوف بعض التصحيح عودة لاختبار مستوىات السبع وثلاثين ألف من جديد. ويلي هي تعتبر منطقة دعم مهمة. وهون ممكن أنها مناطق ارتداد. شكرا جزيلا رانيم على وجودك معنا. إذن مشاهدين في هذه الأثناء. نشكر رانيم طرفة محللة الأسواق العالمية في وانتونينشل ماركتس. على وجودها معنا. ونذكركم دوما بأن تحليل الفني مسؤولية المحلل الموجود لدينا وليس لدى سي أم بي سي عربية رأي في ذلك. شكرا لكم على طيب المتابعة. هذه نهاية فقرة التحليل الفني. اشتركوا في القناة